البلديات أيضا تشارك الجهات الرسمية الأخرى والمعنية بالحفاظ على الموروث الثقافي والحركة الثقافية بكافة توجهاتها دورا مهما في توفير السبل الممكن لإقامة المهرجانات والفعاليات التي تثري المشهد الثقافي من مكتبات ومسارح ومعارض ولبلدية الزرقاء الكبرى دور نطلعكم عليه يعني بالتأكيد البلدية تحرص على استدامة وديمومة هذه القاعة القاعة الهاشمية لما لها من أهمية دائما نرفضها بتجديدات بما يختص بالوثائق والصور والمقتنيات وأيضا كمبنى وما يحيط به حرصين دائما على أنه يكون بحالة ممتازة في زراعة منظمة في هناك صيانة للأبنية وحرصين أيضا على التواصل مع التوجيه المعنوي في القوات المسلحة ومع جهات ثقافية مثل مؤسسة شومان ورابط الكتاب وغيره ومبادرات شبابية تعنا بتوثيق مثل هذه المراحل أيضا حريصين على موضوع كمان في السينما أو في هناك نشاط أيضا في الديوان الملكي مستعين فيهم باستمرار بهذا الموضوع هذه القاعة في الزرقة تكتسب أهمية أولا لموقعها وارتباطها بموضوع العسكر والمعسكرات لأنه من المعروف أنه مدينة الزرقة هي مدينة العسكر والجند ومعسكرات الجيش منذ قوات الحدود والانتداب البريطاني وهي موجودة في الزرقة واستكمل ذلك من خلال قدوم أبناء العسكر من جميع المحافظات وهؤلاء الجند والعسكر والضباط سكنوا هذه المدينة وساهموا في تأسيسها وأساهموا في تنميتها ولذلك معظم أبناء المدينة اليوم هم من أبناء وأحفاد هؤلاء العسكر والجند وأصبحوا جزءا أصيلا أساسيا في بنية هذه المدينة الاجتماعية اشتركوا في القناة